إنه قولت إله الاحتياجات ممكن هي تقлد معاه وتتكلم وتفهم هو عايز إيه، إيه إيه بيحبه، إيه أولي بيرتحله طيب ده الرجل اللي بيتكلم ده الرجل إيهender فيه بقى بعض الرجالة الصامتة ما بيتكلمش تب أنا أفهم إزاي احتياجاته إيه أفهم إزاي هو إيه الذي مريحه وإيه沒 مش مريحه نفهم إزاي الرجل الصامت دول مش عارفة فأرفع عنو، ام دول أنه معاك رب night معك انت ساكت طب هيها تعرف من اين يعني تعرف من اين طب فين دايما نقول ايه كلمة اللي هي فين الكاتالوج بتاعك ايوا بالظهر ما انت ما قلتوش ودي حاجات شخصية يعني عمرنا ما انا عارفها من بعد حاجات صعبة قوي جدا انا عارف من اين انت بتحبي ايه وتكره ايه الا لما اشوفك مرة واثنين واثلاثة ونبقى في عشرة ونقض ونتكلم وتقوليلي طبعا راجل او ستة يعني وتحاول الستة تنكشه وتحاول تتكلم معاه قولي طب عايز ايه بتاع رجالة بتبقى تقيلة اوي بشوف رجالة كتيرة اوي يقولوا لا ايه لا انت زنانة سألتني عشرين مرة انت مالك عشان انت شكلك وحش عشان انت لو ردت من اول سؤال هي مش هتسأل العشرين مرة هي مش زنانة الزنانة دي في حاجات تانية لكن ده مش زن بالعكس ده هي بتقولك انت مالك عشان هي عايزك تشوفك كويس انت وحش انت مكشر انت منداي انت على طول متعصب فبتقولك انت مالك عشان تنطق عشان تقول والاهتمام هي الستة اصلا دايما حوالين جزء حوالين الراجل يعني دايما عايزة ترديه دايما عايزة تدلع وعايزة تاكل اسخلك عاملك شاي عاملك قهوة يعني دايما الستة المصرية كده معطاق بطبعها هو ده الاهتمام مشاعر واهتمام هو ده الاهتمام يجي بقى رجالة يقولولي طب ما احنا بنسأل ستات كتير عشرين مرة اقوله كم عشرين لا انت مفوت 900 ده الفرق بقى ما بين طبيعة الراجل والستة احنا لازم نكون متأكدين من الكلام ده لازم تقول اكتر وفي توقيتات معينة وبشكل معين وباسلوب معين عشان هي تقولك مالها او تقولك ايه مشكلة ده مش عيب بس الصح ان انت تبقى عارف ده وعارف ده والرجل يبقى مقتنع والستة تبقى مقتنع عشان دي طبيعة